ومن قصر بيان نبدأ نشرة هذا المساء حيث استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رئيس مجلس أمناء جائزة فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية فهد عبد الرحمن المعجل والسادة أعضاء مجلس الأمناء وعقب اللقاء قاد الأمير العام للجائزة الدكتور سالم فلاح مبارك أن الجائزة تهدف إلى حماية الشباب الكويتي وتعزيز حسهم الوطني ونبذ التطرف والتعصب صرفنا اليوم في لقاء حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك لتدشين جائزة فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية في الحقيقة تهدف هذه المبادرة أو هذه الجائزة للشباب والبنات الكويتيين وذلك لحمايتهم ولتعزيز حس الوطني عندهم وتعزيز الولاء للوطن وتعزيز الانتماء للوطن والتجرد في الحساس العمل لهذا الوطن سوف يقوم مجلس أمنا مكوم سبعة أعضاء في هذا المجلس في إعداد خطة سنوية لتنفيذ هذه المبادرة